برحب بضفنا دكتور محمد الجندي خبير أمن المعلومات صباح الخير يا فندم صباح الخير يا فندم زي حضرتك اهلا حضرتك النهاردة هنتكلم عن مركز البيانات والحوسبة السحابية عايزين نعرف في البداية ما هدف المركز هو الحقيقة يعني احتياج الدولة لوجود خدمات رقمية وبعض الصناعات التكنولوجية المهمة جدا زي الزكاء الاصطناعي وانترنت الاشياء والحاجات اللي بتحتاج لما يسمى بالحوسبة السحابية او الكلاود كومبيوتنج الحياة الدولة في احتياج كبير لها وطبعا بتوجهات سيادة الرئيس تم انشاء هذا المركز والمركز ده بيخدم تكنولوجيا الحوسبة السحابية او الكلاود كومبيوتنج والكلاود كومبيوتنج ده حضرتكوا عارفين انه هو يعني من الحاجات المهمة جدا الخاصة بتطوير بعض الصناعات اللي احنا محتاجان لها بعض الخدمات اللي تكون متوطنة في الدولة المصرية زي مثلا زكاء الاصطناعي ما انفعش ان اعمل زكاء اصطناعي من غير ما يكون عندي مثلا حوسبة السحابية الكلاود كومبيوتنج لانه بيحتاج كومبيوتنج باور كبير جدا بيحتاج بعض الحاجات اللي لازم تكون موجودة داخل الدولة طبعا حقا عارفين ان احنا اصلا الدولة بتاعتنا صعبة جدا ان احنا يكون عندنا بيانات خارج حدود الدولة نظرا للأطر القانونية والحماية الخاصة بالبيانات بتاعت المواطنين وهكذا وبالتالي كان مهم جدا يكون عندنا مركز هذا المركز بيخدم الخدمات اللي زي الزكاء الاصطناعي زي معالجة البيانات زي الاحتفاظ ببيانات الهمة الخاصة بالدولة داخل اطار جمهورية مصر العربية طب يعني اكيد كتير حيسأل ايه الفرق ما بين الحوسبة السحابية ومركز البيانات التقليدي جدا اللي هو يعني بالفعل موجود حقيقي يعني مركز بيانات الطبيعية بيبقى فيها خدمات زي خدمات نقل البيانات خدمات الاحتفاظ بقواعد بيانات البرامج والتطبيقات ولكن الحوسبة السحابية او الخلاوات كومبيوتك بتتيح كمان استضافة الخدمات الرقمية الخاصة بالحكومة وده شيء مهم جدا لانه انا محتاج خدمات يكون عندي قدرة على كدولة ان انا استضيف كامل الخدمات الخاصة بالمواطنين داخل المنظومة الحكومية وداخل الاطار الوطني فده هيسهل فكرة استضافة اغلب الخدمات الرقمية اللي موجودة في الدولة لكافة المؤسسات وده طبعا هيعود بشكل يعني مثلا انا عندي تطبيقات خاصة بخدمة المواطنين خدمة المواطنين دي لو انا محتاج ان انا اضيف عليها خدمات زي الزكاء الاصطناعي هيبقى محتاج كلاود كومبيوتينج هيبقى محتاج خدمات على السحابة فطبعا انا نظرا لان مفيش سحابة طبعا قابل وجود المركز ده فما كانش يحفى انها طالع خدمات دي برا حدود الدولة وبالتالي انا لازم يكون عندي المركز ده جوه الدولة عشان نقدر نضيف الخدمات اللي زي الذكاء الاصطناعي وغيره داخل التطبيقات اللي بتخدم الجمهور يعني مبساطة كده إطلاق تطبيقات خاصة بنا ومنصات خاصة بنا؟ بالضبط يبقى عندنا منصاتنا يبقى عندنا التطبيقات الخاصة بنا إن نقدر نضيف عليها خدمات جديدة للزكاء الاصطناعي مثلا عادر على جبلات مواطنين بتوعي داخل حدود الدولة هل التحقيق حكومة أم لا أفراد؟ هتبقى خاصة بالحكومة أم لا أفراد؟ هو المفروض المركز بيخدم الخدمات الحكومية وده اللي في الآخر هيعود على المواطن لأن المواطن في أنها عايز خدمة من الحكومة حدراك سبقتني في السؤال لأن دايماً أي افتتاح أو أي إنجاز جديد بيضاف إلى أجندة الوطن دائماً ما يتساءل المواطن يعني ماذا أستفيد من هذا الإنجاز بالضبط لا أستفيد كتير هتستفيد أن سرعة الخدمات هتبقى أعلى الحكومة هتبقى قادرة على أنها تقدم لك خدمات أكتر لأن دلوقتي زي ما اتفقى أنا دلوقتي عايز أعمل خدمة الخدمة دي تكون سريعة تكون أمنة لازم تكون موجودة جوه حدود الدولة المصرية تتيح لي خدمات سريعة جداً لازم الدولة يكون عندها مثلاً تقنيات زي الزكاة الاصطناعة عشان قدر أحلل البيانات قدر أقدم لك خدمات حسب المواطن ما هو عايز فلازم يكون عندي الخدمات دي موجودة داخل مركز البيانات الخاص بي وده هيفيد المواطن بشكل كبير يعني كل خدمات الحكومية اللي الناس بتروح مثلاً توقف طبور عشان تطلعها دلوقتي حاجة ممكن تطلعها هتطلعها وانت في البيت لأنها بقى فيه منصة خاصة بيها موجودة على الكلاود كومبيوتينج أو على السحابة ويقدر يأكسس لها من أي مكان كمان في العالم وده شيء مهم جداً بالنسبة المواطن إحنا عارفين يا دكتور يعني التطور التكنولوجي الرقمي تحديداً هو بيعادة الوقت أحد أعمدة الاقتصاد عالمياً تحديداً لو كلمنا عن مصر أو دور المركز البيانات والحوسبة السحابية في جذب الاستثمارات والاقتصاد هو الحقيقة واحدة من الحاجات المهمة جداً اللي مصر بتتميز بها هو الموقع الجغرافي والموقع الجغرافي إحنا مصر هاب للاتصالات فمهم جداً إن إحنا نزود من المراكز الخاصة بالبيانات والكلاود كومبيوتينج في المنطقة عموماً إحنا بنخدم منطقة كبيرة جداً إحنا بنخدم منطقة البحر المتوسط بنخدم منطقة أسيا بنخدم منطقة أفريقيا طبعاً موقع استراتيجي فإحنا مهم يجون عندنا محور كبير لمراكز البيانات اللي من نعودها لأن ده هيفيد استقطاب الجهات الراغبة في أنها تستثمر في مصر في وجود خدمات رقمية لها في مصر فده هيعود على الدولة أكيد بشيء مهم جداً في الاقتصاد دكتور محمد الجندي خبير أمن المعلومات شكراً جزيلاً لها